فأما الزبد فيسهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمقس في الأرض يوم 15-8 سنبدأ بقى فيديوهات لليوتيوب ويكون كمان فيديوهات للمنصة المنصة هنبتدي عليها شغل بأمر الله شغل فعلي من يوم 15-8 سنبدأ بقى ننزل شروحات وحل بإذن الله يوم 10-8 هنزل لك فيديو أقول لك إزاي بتتعامل مع المنصة إزاي تسجل في المنصة أو تبدأ بقى تسجل خلاص من يوم 10-8 إزاي تحجز إزاي تشتري كورس إزاي ولي الأمر هيتابعك الحاجات دي كلها هشرحها في فيديو يوم 10-8 بأمر الله النهاردة إن شاء الله هنبتدي كورس التأسيس قورس التأسيس ده مقسم لثلاث أقسام اللي درسته في الابتدائي معلش استحملني واللي درسته في الإعدادي وكمان اللي درسته في السنوي طبعا يا شباب إحنا عارفين إن تانية سنوي هي صورة مصغرة من ثالثة يعني لو أنت فهمت إن يا سنوي كويس هنبدأ نحط التتش البسيط كده من سنة ثالثة وخلاص كده يا هندسة إبقى أنت خلصت طيب إن شاء الله النهاردة وبكرة بإذن الله الحصتين دول النهاردة وبكرة هنتكلم فيهم عن أهم الحاجات اللي انت درستها في الابتدائي إن شاء الله قبل أي حاجة نسمي الله بسم الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الصعب إذا شيئت سهلة بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في الابتداء يا أستاذ الأعداد الزوجية صح يا هندسة ولا لا؟ أيوة يا أستاذ إيه هي بقى الأعداد الزوجية؟ أي أعداد يا أستاذ بدايتها لإما تقول صفر لإما يكون 2 4 6 8 أي رقم من دول لو موجود في خانة الأحد بنقول على العدد زوجي أعتقد إنها مش مستعلى أكيد لو أنا معي 406 ده زوجي ولا لا؟ أيوة يا أستاذ زوجي يا أستاذ إحنا في ثالثة سنة استحملني قلت لك ده زوجي يا أستاذ ليه؟ عشان بدايته 2 حلو وده كان بدايته 6 طب لو قلنا 400 لا زوجي ليه؟ عشان بدايته 0 حلو وممتاز طب لو قلت لك 507 لا يا أستاذ ده فردي ليه؟ عشان بدايته 7 الملحوظات بقى اللي إحنا بنحتاجها أو الديت الزروفية اللي إحنا بنحتاجها عايزك تكون عارف يا هندسة إن لما نجمع عدد زوجي مع عدد زوجي ده يديلي عدد زوجي عدد زوجي زائد عدد زوجي الناتج يكون إيه؟ عدد زوجي يا أستاذ زي لما جاء قولك إيه؟ عزيز الطالب المفقوع قول يا أستاذ لو أنا جاءت قلت لك ميم عدد زوجي وكاف عدد زوجي فإن ميم زائد كاف تساوي وديتك اختيارات هل بتساوي ربعمية واحد ولا ربعمية وتلاتة ولا ربعمية واربعة ولا ربعمية وخمسة؟ ومتنت بنظرة ساقفة بقى قلت ربعمية واربعة يا أستاذ طب ليه حبيبي؟ عدد زوجي زائد عدد زوجي يا أستاذ الناتج يكون عدد زوجي برافا عليك ممتاز نفس الكلام يا بش مهندس إن كان ضرب عدد زوجي في عدد زوجي الناتج يكون عدد زوجي تايه يا بش مهندس ومش فاكر القواعد دي جرب إنت هت عدد زوجي وليكن أربعة وعدد زوجي كمان وليكن ستة أربعة في ستة باربعة وعشرين يبقى الناتج زوجي يعني لما اجا قولك بش مهندس ميم ضرب ميم قسي اتنين بتساوي عدد زوجي فإن ميم تساوي انت ما تغتش بقى انت قلت خلاص يا أستاذ المهارات دي لازم تكون عندي أصلا أنا داخل تلتة سنوي في اختبارات تلتة سنوي بيسأل في المهارات دي خد بالك بيسأل فيها بطريق غير مباشر لازم تكون دماغك مارنة شوية فأنت جيت قلت له إيه بص يا عم أحمد حضرتك ديني اختيارات قلت لك تلتمية واربعة تلتمية وخمسة تلتمية وسبعة تلتمية وحداشر قمت انت قايل يا أستاذ عدد زوجي ضرب عدد زوجي الناتج زوجي صح ما هو الناتج يطلع زوجي امتى لما ضرب عدد زوجي في عدد زوجي يعني دي كده تعتبر زوجي ودي تعتبر زوجي يبقى الناتج يا أستاذ او مين دي قمتها تبقى تلتمية واربعة لان لازم يكون عدد زوجي في عدد زوجي عشان يطلع الناتج زوجي بعد كده ترسنا الاعداد الفردية وقلنا دي اعداد يا أستاذ لإما واحد بدايتها او احدها لإما واحد او تلاتة او خمسة او سبعة او تسعة اي رقم دول في البداية قلت لك حلو زي ايه مثلا يا هندسة زي ربعمية واحد يا أستاذ تمام ستلاف سبعمية وخمستاشر حلو مية وحداشر حلو مية تسعة وسبعين برضو حلو كل دي اعداد فردية لاني ببص الخانة الاحد الخانة الاولى دي ان كانت رقم من دول فده عدد فردي والموضوع خلص جاء لك ايه طب لو انا جمعت عدد فردي مع عدد فردي يديني ايه طوله اجرب تلاتة وثلاتة ما هو ده فردي وفردي تلاتة وواحد اربع يا أستاذ يديني عدد زوجي فبالتالي اي عدد فردي تضيف عليه عدد فردي الناتج هيكون عدد زوجي اعتقد ان دي ما فيش فيها حاجة طيب لو جينا ضربنا يا أستاذ عدد فردي ضرب عدد فردي عايزك انت تجرب بقى خد مثلا خمسة في سبعة بخمسة وثلاتين خد تلاتة في سبعة بواحد وعشرين عدد فردي في عدد فردي اعطالي عدد فردي يبقى الناتج هنا فردي يا أستاذ حلو حلو يعني لما بقولي الواحد ايه انا لما ضربت ميم في ميم قصة اتنين بتساوي عدد فردي يبقى ميم ايه هل بستمية ستة واربعين ولا ب تسعمية واحد وستين ولا بخمسمية اربعة وتمانين ولا بثلات تمانيات قال لي يا أستاذ عدد فردي فعدد فردي يعطيلي فردي انت عاوز ميم فميم دي ممكن تكون تسعمية واحد وستين فهمت يا هندسة الحتة دي تمام يا أستاذ بعد كده بش مهنسين دخلنا على الاعداد المربع الكامل الاعداد المربع الكامل او المكعب الكامل مربع يعني حاجة مضروبة في نفسها مرتين مكعب يعني حاجة مضروبة في نفسها ثلاث مرات يعني احنا لو كتبنا الاعداد العادية خالص وطلبت منك الاعداد المربع الكامل انت قلت امسك الواحد واحد في واحد بواحد صح اتنين في اتنين في اربعة برافو تلاتة في تلاتة اربعة في اربعة خمسة في خمسة ستة في ستة سبعة في سبعة وهكذا يا أستاذ ممتاز يا بش مهندس برافو عليك ما شاء الله طب انا عايزك تطلع لي الاعداد المكعب الكامل الاعداد المكعب الكامل قمت انت قيل لي بص بها ام احمد مكعب كامل يعني ان ضربت في نفسها تلات مرات واحد في واحد بتكان بواحد يا أستاذ كنين في اتنين في اتنين ثمانية اكتنا تلاتة في تلاتة في تلاتة بسبعة وعشرين احمد اربعة فربعة فاربعة باربعة architects 50 فخمسة فخمسة بمية خمسة وعشرين ستة فستة فستة بمية ثلو عمران سبعة فسبعة فسبعة ثلو تلتمية þلاتة واربعين وهكذا يا أستاذ يا رب يكون الأمور واضحة طيب خدنا حاجة اسمها الأعداد الأولية فكرها فكر الأعداد الأولية أيوة يا أستاذ الحاجات اللي ما بتقبلش الإسمة اللي على نفسها دي طب حلو إيه اللي ما بيقبلش الإسمة اللي على نفسه فانت جبت لي أول خمس أرقام كده وبعد كده وقفت يا ولا بكل بساطة الأعداد العادية خالص واحد اتمين تلاتة أربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر أحد عشر تناشر تلاتة عشر أربعة عشر خمس تاشر ستة عشر سبعة عشر وهكذا تمسك كل رقم من دول هو كم في كم من جدول الضرب بس تبعد عن جدول الواحد ما تقول ليش مثلا نسألك التلاتة كم في كم تقول لي واحد في تلاتة لا أنا مش عايز جدول الواحد لو ملقت لهاش قيم في الجدول يبقى دي أولية يعني احنا بنسبنا من جدول الواحد خالص ها الاتنين كم في كم يا أستاذ واحد في اتنين ما تقولش جدول الواحدي حبيب ملقش تعوى بيه خلاص مفيش يا أستاذ يبقى دي أولي ها التلاتة مفيش يا أستاذ أولي الاربعة اتنين في اتنين يبقى دي مش أولي الخمسة مفيش يبقى أولي الستة اتنين في تلاتة السبعة مفيش يا أستاذ التمانية اتنين في تلاتة اتنين في اربعة التسعة تلاتة في تلاتة العشرة تلاتة في خمسة الحداشر مفيش يا أستاذ الاتناشر تلاتة في اربعة التلاتاشر مفيش يا أستاذ يبقى أولي الاربعتاشر اتنين في سبعة خمستاشر تلاتة في خمسة الستاشر اتنين في تمانية السبعتاشر مفيش يا أستاذ وهكذا يا بش مهندس وانت ماشي بص تلاقي تسعة عشر تلاتة وعشرين تسعة وعشرين وهكذا وانت ماشي ما وقفوش لحد كده وانت ماشي على طول يارب الموضوع يكون هنا واضح يا هندسة واضح يا أستاذ بعد كده يا بش مهندس بيعلمك ازاي تجيب عدد الاعداد ما بين رقمين يعني ما اقولك مثلا ما بين الواحد والخمستاشر كم رقم محصور ما بينهم وفي فرق ما بين كلمة محصور واجه اقولك كم رقم من اثنين لخمستاشر شوف محصور كلمة محصور بين يعني الرقمين دون ما بتعدهمش انت بتعد اللي ما بينهم خد بالك انا طالب عددهم مش مجمعهم طالب عدد الاعداد المحصورة يعني لو جيت قلت لك ايه كم رقم محصور بين السبعة والواحد وثلاثين تمام انا مش هاخد السبعة ولا هاخد الواحد وثلاثين بس هعد اللي ما بينهم للسرعة عشان ما تضيعش وقت في قانون بيحسب الكلام ده القانون بيقول العدد الاول بيكون اسمه سين والتاني اسمه صاد عدد الاعداد بيساوي صاد ناقص سين ناقص واحد يعني واحد وثلاثين ناقص تمانية تلاتة وعشرين يبقى فيه تلاتة وعشرين رقم يا استاذ ما بين سين وصاد ما بين السبعة فيه الواحد وثلاثين فيه تلاتة وعشرين رقم ماشي طب لو انا عايز عدد الاعداد من سبعة الى واحد وثلاثين تجيبها الزعي قالك هو نفس القانون بس بدل ما تناقص واحد هتزود واحد يعني واحد وثلاثين ناقص سبعة زائد واحد يعني اتنين وثلاثين يا استاذ هنناقص منهم سبعة يبقى بيساوي خمسة وعشرين تمام يا هندسة مركز في دي مركز فيها يا استاذ تاني فيه فرق ما بين اعداد محصورة ما بين رقمين انا معايا مثلا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة قم رقم محصور بين اتنين وستة قمت انت قال فيه تلات اعداد همت يا استاذ حابب تطلعها بالقانون ستة ناقص اتنين ناقص واحد ستة ناقص ثلاثة بتلاتة طيب كم عدد من اتنين لحد ستة بنيجي نقول له ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فيه خمس اعداد وحد قال نطبق القانون ستة ناقص اتنين زائد واحد يبقى الناتل خمسة ده فايدة القانون يا بشمعنس طب ان كانت الاعداد دي زوجية او فردية يعني لو جت قلتلك ايه كم عدد زوجي بين اتنين الى سبعة واربعين اول عدد زوجي اتنين اخر عدد زوجي ستة واربعين خد بالك ان ده فردي فانت هتجيب اللي قابله على طول القانون قال لك قولي الاخير ناقص الاول على الاثنين وزيد واحد ستة واربعين نقص اتنين اربعة واربعين على الاثنين فهل الاثنين وعشرين زائد واحد يبقى فيه تلاتة وعشرين عدد زوجي ما بين الاثنين لحد ستة واربعين يا أستاذ كم عدد زوجي من الاثنين لحد سبعة واربعين فانت بتكتب اول رقم زوجي واخر رقم زوجي وتقولي الاخير ناقص الاول على الاثنين زائد واحد دي قوانيني عندسة ازاي تجيب عدد الاعداد المحصورة ما بين حاجات طب ازاي نجمعهم بقى بكل بساطة قالك الموضوع سالس حضرتك انت لو عايز تجمع عدد متشابهة كتير زي تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة زائد تلاتة وهكذا بتتصرف ازاي؟ سهلا يا أستاذ احنا بنعدهم نشوفهم كم واحد ونضربهم في واحد منهم صح عددهم في احداهم هذا رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة في تلاتة تلتة في سبعة في واحد وعشرين تاني خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يلا انت قلت عدهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة عددهم في واحدة منهم بخمسة وتلاتين مش شرط يا شباب يجيب الرقم صغير كده يكون يجيب الرقم كبير ويقرر كتير قوي فانا بجيب قيمة واحدة منهم فعدد تكرارتهم ودي سهلة وبسيطة طب لو عايزني اجمع اعداد متتالية يعني مثلا جاء لك ايه واحد زائد اثنين زائد تلاتة زائد لحد ما وصل للتسعة عشر في اولي سنوي يا استاذ لانا بيدينا قانون اسمه الصمشن بيكتبه وبيطلع منه المجموعة انا بتكلم معك دلوقتي بالفرد ان هي جات مفكوخة كده خلالي سنة مرحناش لأولي سنوي بتصرف هنا ازاي كنت يا استاذ ازبعت دهم من واحد لتسعتاشر يعني دهم تسعتاشر رقم قال لك عددهم انه هم تسعتاشر في الاول زائد الاخير على الاتنين يبقى تسعتاشر في عشرين على الاتنين على الاتنين فهل عشرة العشرة في تسعة بتسعين يا استاذ يبقى مجموعهم تسعين واخد بالك انه في قانون كمان في قانون تاني بيحسب الموضوع ده بس القانون ده بتستخدمه في حالة واحدة بس لما يكون بدايتك واحد لما يكون بدأ من الواحد البدء بتاعك انت بداية مجموعك من اول الواحد ما بيمشيش لو ابتديت مثلا من ثلاثة ماينفعش ده اللي يمشي مع كل حاجة فانت خليك في القانون اللي فوق افضل سين اللي هنا المقصود بيها اخر رقم تاني لو معايا سبعة زائد تمانية زائد تسعة زائد عشرة زائد حداشر زائد اتناشر زائد طلبتاشر زائد اربعتاشر عايز اجيب المجموع بسرعة كده وببساطة قالك عدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى تمانية فيه سبعة زائد اربعتاشر على الاتنين على الاتنين هنا فهالا اربعة فيه دول واحد وعشرين الواحد فاربعة باربعة الاتنين فاربعة بتمانية يبقى المجموع اربعة وتمانين بالفرض يا أستاذ اللي كانت الاعداد دي زوجية متتالية نفس الكلام نفس الحركة يعني انا لو جيت قلت لك اتنين زائد اربعة زائد ستة زائد تمانية زائد عشر دي اعداد زوجية متتالية بكل بساطة عددهم خمسة في الاول زائد الاخير على الاتنين بس خلاص طلع قيمة والموضوع انتهى طب الفرض يا أستاذ اللي بصيت لقيته جايب حد عشر زائد اتنين وعشرين زائد تلاتة وتلاتين زائد اربعة واربعين زائد خمسة وخمسين زائد ستة وستين زائد سبعة وسبعين وحب يزيد مفيش مشاكل بكل بساطة بتعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة في الاول زائد الاخير على الاتنين يبقى سبعة فاربعة واربعين والموضوع انتهى اخر حد في حسيتنا النهاردة ازاي يا أستاذة عرف الرقم ده بيقبل الاسم على الكام قالك ببسيطة اوه تعالك كده ركز معي ازاي بتقول ان الرقم ده بيقبل الاسم على الاتنين قالك ان كان احده عدد زوجي يعني لو جيت قلت لك 200 تقبل الاسم على الاتنين ولا لا كان تراحل الاحاد انت زوجي قال ايوة قالmarket كانت تقبل لو مثلا 404 تقبل لو مثلا كده 156 BEBOSS على الاحاد يقبل واحد واحد سبعة خمسة سبعة تلاتة اتنين complement ده عدد يقبل الاسم على الاتنين ولا لا قالك انت رايحل الاحاد انت عدد زوجي قال sia an طوله يقبل الاسم على الاثنين خلاص طب ازاي يا استاذ بعرف ان العدد ده يقبل الاسم على الثلاثة ولا لا قالك بسيطة قوي بص صحة حضرتك اجمع ارقامه مجموع الارقام يكون من جدول ضرب الثلاثة يعني الواحد في ثلاثة بتلاثة الاثنين في ثلاثة بستة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وبعد كده اتناشر وبعد كده خمستاشر وهكذا росع يبقى لو لقيε ناتج مجموع الارقام كان تلاثة او ستة او تسعة او تسعة او خمستاشر او تمنتاشر او واحد وعشرين وهكذا تقول خلاص ان ده عدد يقبل الاسم على الثلاثة يعني لما اجا اقول لك ستة سبعة خمسة واحد ده يقبل الاسم على الثلاثة ولا لا قمت انت رايحها الارقام واحد وخمسة ستة ستة وستة تتناشر 12 زائد سبعة تسعتاشر مش موجودة يا أستاذ لا يقبل القسمة على التلاتة طيب لو جيت قلت لك إيه ستة ستة خمسة واحد قمت أنت قال سهلة نجرب ها واحد وخمسة ستة زائد ستة زائد ستة جمعت كل الأرقام تلتة في ستة في تمنتاشر التمنتاشر من جدول ضرب التلاتة طلوه أيوا أنت قلت التلاتة في ستة في تمنتاشر أيوا يا أستاذ ده بيقبل الإسم على التلاتة طيب بقسمها إزاي يا أستاذ احنا ما نجي نقسم رقم زي ده بنقسمه ازاي بصي هذا الموضوع بسيط حضرتك انت هتقسم على الثلاثة صح الستة فيها كم ثلاثة فيها اثنين الستة دي فيها كم ثلاثة فيها اثنين الخمسة فيها كم ثلاثة فيها واحدة ويتبقى كام اثنين يبقى هنا واحد وعشرين واحد وعشرين على الثلاثة فيها السبعة خلاص انت كده اسمت العدد يا بشمهنت شفت بسيطة ازاي ان شاء الله يا أستاذ ازاي بنعرف بقى ان العدد ده بيقبل الاسم على الاربعة قالك خد خانت الاحاد والعشرات خد خانت الاحاد والعشرات خانت الاحاد والعشرات لازم يكون من جدول ضرب الاربعة يعني تكون اربعة او تمانية او اتناشر او ستاشر او عشرين وهكذا يعني لما اجي اقول لك سبعمية واربعة بتقبل الاسم على الاربعة ولا لا قمت انت واخد خانت الاحاد والعشرات ايوة يا أستاذ بتقبل طب سبعمية واربعين خد خانت الاحاد والعشرات اربعين على الاربعة فها العشر ايوة يا أستاذ تقبل طب لو جيت قلت لك ستمية اتنين وتلاتين قمت انت واخد خانت الاحاد والعشرات ايوة يا أستاذ تقبل ليه يا حبيبي عشان الاحاد والعشرات هنا من جدول ضرب الاربعة ممتاز برافع ليك طب ازاي بعرف ان العدد ده بيقبل الاسم على الخمسة اظن العالم كله يعرفه يكون بداية الرقم لاما صفر لاما خمسة بس لو لقيت بداية الرقم صفر او خمسة خلاص ده بيقبل الاسم على الخمسة لو لقيت حاجة من دول طب نكمل بس قبل ما نكمل فيه سؤال الصفر يا أستاذ بيقبل الاسم على الاربعة ولا لا اه ليه بقى عشان صفر على الاربعة فعالصفر الصفر بيقبل الاسم على كل دول الصفر يا شباب بيقبل الاسم على كل دول الصفر يقبل الاسم على دول يعني الصفر يقبل الاسم على الاتنين صفر على الاتنين فهى الصفر صفر على الثلاثة فهى الصفر صفر على الاربع فهى الصفر صفر على الخمسة فهى الصفر كل دول الصفر بيقبل الاسم عليهم ماشي يا هندسة تمام يا أستاذ إزاي يعرف إن العدد ده بيقبل الاسم على الستة قال لازم يكون زوجي ومجموع أرقامه يقبل الاسم على الثلاثة ما ينفعش حاجة لوحدها لازم الحاجة اللي اتنين يقولوا مع بعض فقلت رايح يا أستاذ شفت الرقم اللي الدهولي 216 هل زوجي قلت له أيوة هل مجموع أرقامه بتقبل الاسم على الثلاثة زوجي عشان أحده رقم زوجي مجموع الأرقام طلع تسعة والتسعة ده بيقبل الاسم على الثلاثة فهمتي يا هندسة طيب لو معايا يا أستاذ 1615 قال لي بص هو زوجي قلت له لا قال لي بقى لا يقبل الاسم على الثلاثة خلاص طب ازاي بقى يا أستاذ بعرف انه بيقبل الاسم على السبعة دي غبية داني معاك انها غبية بيقولك ايه العدد خد بقيته ناقص ضعف أحده يعني لو خدنا 385 ده بيقبل الاسم على السبعة ولا لا قال لك خد بقى العدد شي للأحد ده خالص شي للأحد خد بقى الرقم واطرح منه ضعف الأحد يعني 38 ناقص عشرة بـ 28 هل هي من جدول ضرب السبعة؟ قلت له ايه يا أستاذ قال لك لازم الناتج يكون لأما سبعة لأما 14 لأما 21 لأما 28 لأما 35 وهكذا لازم الرقم يكون حاجة من دول فانت قلت له النتيجة 28 قال لك باس 28 من اللي بيقبل الاسم على السبعة خلاص يبقى ده بيقبل الاسم على السبعة يبقى باخد الرقم كامل بدون الأحد ونقص منه ضعف الأحد رقم 6 بيقبل الكسمة على ثب TT يقبل الكسمة على الثمانية يعني لو معي رقم ستة سبعة واحد اتنين صفر ده بيقبل اسم على التمانية ولا لأ قمت انت جاي واخد دول احده وعشراته ومائته مية وعشرين على التمانية تدعي يا استاز فيها الخمسة عشر طب انت عرفت ازاي يا استاز اللي هو بيقبل اسم على التمانية اللي اتناشر فيها كام تمانية فيها الواحد يا استاز طب حلو اتبقى كام اربعة اربعين على التمانية اربعين على التمانية فيها الخمسة يبقى النتيجة طلعت خمستاشر ازاي يا باش مهانسين باعرف ان العدد ده بيقبل اسم على التسعة قالك بكل بساطة مبنوعة ارقام يكون لا اما تسعة لا اما الاثنين في تسعة بطمانتاشر تلتة في تسعة بسبع وعشرين وهكذا يعني يكون من جدوى الضرب التسعة بس كده هنقف لحد كده يا باش مهانس اتمنى ان اكون قدرت افيدك ولو حبيبنا اتكمل كده حماسنا اقول كامل يا استاز اتمنى لك التوفيق سلام عليكم